اشتركوا في القناة يخشوا ويشوف الفيديو معمولة بكل سهولة وكل بساطة والترطاية دي انا بقى اهديها لامة حبيبتي ربنا يخليها لي وبقى اهديها لعمتي وبقى اهديها لخلطم محمدة عبدالباقي وامامة سلفتي لان الترطاية دي عاملها انا وسلفتي فبقول لهم من هنا كل سنة وانتوا طيبين ويا رب كده يديكم الصحة والعافية ويخليكم لينا وكل سنة وانت طيبة كل ام بتتفرج علي كل سنة وانت طيبة يلا بينا نخش نشوف احنا عملنا الترطاية دي ازاي يلا بينا كده حبيبي هنعمل اللزبونش مع بعض نسمي الله ويدول عشر بيضات بنكسرهم مع بعض في قلب العجان هنكسر العشر بيضات العشر بيضات فيهم بركة مش عايزين يخلصوا سمي على الحاجة بتاحتك كده الحاجة بتاحتك يبقى فيها بركة بس دي العشرة هنحط معلقة آآ فانيليا ودي معلقة جل محسن جل بيضبقى عند العطار بيضبقى عند آآ مستحضرات الحاجات آآ الحلويات معلقة خل كباية ونص سكر احنا هنعمل اللزبونش عالطريقة البلدي نص كباية مية كله فوق بعضي مش هندرب حاجة ونخلي حاجة لأ وخد مني تلات كباية دي ومعلقتين نش هديفي الاول كبايتين ونص وحشوف ايه بس عطيت تاني يعني دي وزرة ملح وباكم بودر وهحط الايه في العجان يضرب معايا في العجان دوت هياخد عشر دقايق ضرب مستمر في المضرب الكهربائي هياخد خمستاشر دقيقة معنا بصوء اللون كل ما ده كل ما هيفتح معنا وحيعله معنا اهم حاجة ضرب الجيد حضرنا معنا الصينية وحطينا فيها ورقة زبدة وطبعا ما عندكش ورقة زبدة مش هنعمل لا هنعمل ورقة كراسة رسمة من عند ابنك قطعيها وعطيها في الصينية هنشتغل ما عندناش حنيد هنا الصينية وبرده هنشتغل احنا بنشتغل بقل المقاذير وقل الامكانيات قديني فضيت الخليط اللي احنا عملناه في قلب القالب القالب بتاعي دوت مقاس ستة وعشرين الكيكة دي عشان فيها محسن جل مش بتعلق زي الكيكة العادية بس بتبقى هشة على فكرة هتعب الصينية بس مش هتعلق اكتر من كده هدي الصينية اللي معايا دي خبطتين كده عشان نفرغ الهوى اللي فيها وطبعا هروح تشغلت الفرن وركنت الصينية دي على جنب عبل معمل الصينية التانية بهي هي المقاذير بس دي شوكولاتة شلت معلقتين دي وحطيت معلقتين كاكاو هحط السنتين مع بعض ودركة الحرارة طبعا ايه? انتو عارفين دركة الحرارة بتاعت فرنكم قدي هم اخدوا معايا نص ساعة في الفرن على فكرة اهو السنية التانية نفسي مقاس السنية الاولانية واحطهم مع بعض في الفرن ما تفتحش الفرن بتاعك لمدة نص ساعة كده هم تلعوا معايا بصوا عبوا الصواني ازاي? عبة السنية بالزبط في رفع العلو السنية واخدوا معايا نص ساعة في الفرن وما لسه سخنين طبعا وحبيتهم لغاية ايه بكرة ايه حزينهم بس مش انا اللي هزين على فكرة سي الفتح اللي هي تزين وكده اختبرتهم بالخلة تلعت مستوية وحطي لايك ايه حبيبي وكده دخلنا عشان نعمل الكريم شانتي بتاعنا طبعا ايه كريم شانتي ولبن وشوية سكر بودر وحنقلب وطبعا مش عاملين معيار عشان احنا طبعا عاملين كريم شانتي كتير ده نص كيلو كريم شانتي وكيس لبن ونص كباية سكر بودرة هندرب لغاية ما ايه كده يعني تبقى الكريم ما تربط معانا كده بطبعا نقضية نتيجة غلفناها بوراء الالموني وحنبتدي نقطع معانا الكيكة وعلى فكرة سيلفتي هي اللي بتقطع وانا اللي كنت بصور انا عملت الكيكة وهي زوقت التعاون حلو. قطعت الكيكة على ايه? على تلات آآ قطع. صلوا على النبي يا جماعة عليها افضل الصلاة والسلام. وزيدوا النبي صلاة. عليه افضل الصلاة والسلام. كده قطعنا اللي هي الشوكولاتة وبنقطع عليها الفانيليا. دي على تلاتة ودي على تلاتة. هي ممكن كده تقطع على اربعة فاحنا ايه حبنا ايه نعملها على تلاتة احسن. وكيكة طبعا ايه في البيت بصراحة يعني طالعا ما شاء الله عليها يعني. ادي النتيجة غلفناه بوراء الاموني وهنحط حتة كريمة في الارضية. وايه وهنغلفها بالكريمة. طبعا ايه تسقيها بالشرباط الاول. بس معلش عشان ايه اه في حاجات عدت مننا فانا بقولها لكم يعني. ادي دي تاني دور برضو سقناها بالشرباط وبعد كده ايه هنضيف الكريمة عليها. دي تاني طبقة يعني. هنفضل ايه نغل ننجلس فيها كده. نغلط ما نغطيها بالكريمة. ودي تالت طبقة. طبعا احنا حطيني الوش من تحت والايه والآآ والقاع اللي تحت حط نفوه عشان تطلع ايه مزبوطة معنا وتقامل سوايا. وبنسقي الشرباط اهو معنا. هنغلفها كلها بالكريم شنطيل. هنجلسها كلها كده. معلش لو الفيديو طال عليكم. عشان تعرفوا الخطوات بكل سهولة تعملي طرطة في البيت لاي مناسبة عندك. طبعا فيها وفر جامد على فكرة لما نعملها في البيت بيبقى فيها بوفر جامد. طبعا ايه نصلى على رسول الله وحنا بنتفرج. انا سايباكم ايه تشوفوا التغليف بتاع التورطاية. حاجة بسيطة لكل ام تفرح طبعا. كده قفلنا ديت. هنقفل اللي هي ايه? بالشوكولاتة. طبعا احنا برضو هنسقيها ده شرباط. سلفتي اللي عاملها مش هقدر اقول لكم مقادير عشان ما كنتش واقفة معاها ساعتها. طبعا ده جناش خدت معلقة جناش على الكريمة هتقلبها. وايه? هنغلف دي اللي بالشوكولاتة هنغلفها بالكريمة بالشوكولاتة. ده اول طبقة. معلش ما حدش يقول اللي يعيد الام حرام هو يوم بنفرح فيه وبنفرح امهاتنا فيه. وآآ يعني مش بنعمل حاجة تغضب ربنا جماعة. يعني هي هدية بنفرح امنا فيه وتورطاية حلوة كده فرحي امك بيها فرحي حماتك بيها. آآ يبقى يوم يعني بيستاف ذكرى للعمر. يا ربنا يخلي قول كل ام يا رب كده وديها الصحة. وكده احنا بنسقي بالشربات ونغلف بالكريمة. هنعمل زي الخطوات نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الايه? في الاولانية. وكده ايه برضو نفس الخطوات التانية برضو هنسقي بالشربات عشان لو باتت لتاني يوم احنا مش هنخليها تبات ان شاء الله يعني. بس لو باتت لتاني يوم تبقى طرية معك. هو الشربات كده يعني. هنجلسها من الجناب كويس. هنعمل واحدة شوكولاتة وواحدة فكها. هي بالسكينة المشرشرة كده. ما احنا عاملين ايه? حاجة من البيت وبسيطة. عشان اي حد ما يقولش ما عنديش معدات ما عنديش آلات. ادي السكينة المشرشرة اللي احنا بنقطع بها الطرطة بنساوي الوش فيها ومطالعة لوز العنب ان شاء الله. وطبعا ايه? طبعا هنجيب منديل ونمسح الكريمة اللي هي ايه? آآ نزلت على دي. طبعا ما كناش لقين استاند آآ يكاف الترطتين دولة. فروحنا ايه? جبنا نتيجة ونتيجة ولزقتها ببعضها سلفتي يعني وغلفتها بالورق. اللي هو الالاموني كده. واتصرفنا. ما تخليش الكريمة تنشف طبعا على اللي ده عشان ايه? تبقى شكلها حلو. وقادي الفكهة هيت بنقطعها. عشان ايه? نزوق ترطتنا بازن الله. طبعا سلفتي هي اللي بتقطع على فكرة الفكهة وهي اللي زوقتها. انا قلت لكم كده اول الفيديو. تعمل الوردات من آآ من الفراولة. الله شكلها جميل. تسلم ايه ديها بصراحة? وده اه او الاناناس على حسب اي بلد بتسميه ايه? شهد كل بصراحة كزا اسم. اه كده هترص الايه الكنتلوب او الشهد او الاناناس انا مش حارفة بتسمى ايه في كل بلد يعني. هترصوا جنب بعضيه كده هي الافكار بتجي لها على فكرة وهي شغلة هي مش محضرة حاجة في دمخها. هي ايه شغلة بالبركة كده وطلعت دوزي العنب بصراحة هتسلم ايه ديها? ده التفاح طبعا بتقطعه شرايح. ايه رأيكم في فكرة جميلة ولا لا? ترطية بسيطة وجميلة وبتفرح بها امك فرح بها حماتك وتقعد ذكرى ان شاء الله كده. ايه رأيكم? ده الكنتالوب طبعا هي عملته شرايح كده ودي فراولة برضو شرايح بتحطوا واحدة تحت واحدة واحدة تحت واحدة. الله كده ابتدت تظهر على فكرة. مش عارفة هنا الكاميرا عملت ليه كده? بس هي مقطع صغير كده و هتفتح دلوقتي. مش عارفة ليهي عملت كده التليفون لوحدة. مش عارفة ايه السبب يعني. طبعا هي بتلمع التفاح هي لسا ما كملتهاش بس قالت المع التفاح احسن التفاح انتو عارفين بيسود بسرعة. هتدي تلميع للتفاح الاول وبعد كده هتكمل يعني. وكده عملت ايه? زي خرشوفة كده. وحطيتها في النص. ودي الفراولة اللي هي وردات الفراولة. دي تفاحة عملتها كده شكل بس هتشيلها بعد كده. لان زي ما بقول لكم الافكار بتيجي وهي قاعدة. ايه مش محضرة اي حاجة. بس هتشيلها تاني على فكرة. استاندوا كده. ودي شريح تفاح. وعملتها بالخلة كده زي سلالم. وحطت ايه? في الخلة من فوق الفراولة كل شافت حتها بتقعة كل شافت حتها بتقعة هتزبط زبور زبور زبور. سلو على النبي. سلتوا على النبي عليها افضل الصلاة والسلام. سلو على رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام. ودي الوردات الفراولة. حطتها. دي شريح من التفاح برضو حطتها. بصوك منظرها تحفة 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 جميلة جدا احنا هنعمل مشروع بعد كده ان شاء الله يعني ايه رأيكم دي نص لسه هنعمل النص التاني بتلمع بقى بقيت الفكهة بجل التلميع جل التلميع ده بتبقى عند ايه عند مستحضرات الحلويات عند العطار حتلاقي يعني جل هي بالشوكولاتة ده الجناش هي حطيته في كيس حلويات او كيس تلاجة لو ما عندي عندي جيش كيس حلويات كيس تلاجة شغال بتجلس اللي هي بالشوكولاتة كده اه جلسناها كلها كده بالجناش وتعمل ايه وردات آآ كده حوالين الزي برواس كده طبعا يا جماعة لو الفيديو ما كملتش تزوئ التورتية اللي هي بالشوكولاتة معلش عشان ايه التليفون فصل مننا التليفون فصل مننا فعشان كده ايه ما كملتاش ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة Проقطة ترجمة نانسي قنقر